هذه النقطة الأولى الآن نحن نريد تجربة أكسيد النحاس الثنائي الكيبريوس أوكسايد نريد تصنيعه كيف نصنيعه كالتالي إذن المواد التي أحتاجها لتصنيع أكسيد النحاس الثنائي الكيبريوس أوكسايد إذن أحتاج إلى الكابر هيدروكسايد الكابر هيدروكسايد هكذا هذه أساسا الكابر هيدروكسايد سوف نرى كيف نصنيع الكابر هيدروكسايد إذن من أجل تصنيع مثلا 50 غرام أنا سوف 50 غرام يعني نظريا يعني بصفة احتبارية فقط يعني مبدئيا يعني تكفيني 50 غرام تكفيني أنا سوف أجربه فقط وأحقن الحيوان ثم أخذ جرعة من الدم وأحسب نسبة النحاس في البلازما هكذا أخذ جرعة من الدم أحسب نسبة النحاس في البلازما قبل الحقن وبعد الحقن يعني مرتين ما مرتين سأحاول يعني سأحاول القيم بالتحالي المخبرية نكمل إذن أكسيد النحاس الثنائي 50 غرام فارضا أريد أن أصنع أكسيد النحاس الثنائي 50 غرام أوتوماتيك المملي أذهب إلى الإنترنت يعطيني أني يجب أن أحتاج هيدروكسيد النحاس 61.32 غرام والباقي تبقى لي 11.32 ماء عبارة عن بيبرودكت بالفرنسية لسوبرودوي على بخار الماء لأنه هذا لأن الكابر هيدروكسيد سوف نسخنه هذا العملية الاتفاع الكيميائي من نوع thermal decomposition تفاكل الحراري إذن سوف أسخن الكابر هيدروكسيد فيبقى لي الكابر الكبريوس أوكسيد والأش 2 أو يتبخر في الماء بخار إذن هذا أكيوس شوارد هذا صوليد بعد ما يفقد المنتع يصبح صوليد جسم صلب هكا مسحوق والماء على شكل غازي يتبخر إذن ومن أجل إنتاج 61.32 غرام كابر هيدروكسيد إذن أأتي إلى المرحى إلى التفاعل الذي فوقه طبعا التفاعل في الواقع يبدأ من هنا ثم من هنا ولكن نظرية فقط حتى يعني لا يلتبس عليكم الأمر إذن يجب أن أشرح لكم ما الذي أحتاجه حتى أصنع الكبريوس أوكسيد فحتجت أني أصنع الكابر هيدروكسيد والآن أريكم التفاعل حتى أصنع الكابر هيدروكسيد هكذا لأنه لا يمكن يعني مباشرة الكابر أوكسيد على حسب المواد الأولية التي لدي أن أصنع الكابر أوكسيد مباشرة لا أستطيع أنا في حالتي لا أستطيع إذن الكابر هيدروكسيد لتصنيع 61.32 غرام أحتاج إلى الكابر سلفيت الكابر سلفيت تحتاج إلى الكابر سلفيت تشري الكابر سلفيت عادة يبع Пента hydrate إذن كبريتات أو سلفات النحاس خميسي لإيمها وتضيف له مسلك المجرير NaOH هكذا صوديوم هييدروكسيد هكذا إذن كابر سلفيت 1 مول صوديوم هييدروكسيد 2 مول فيعطيك 1 مول كابر هيدروكسيد و 1 مول صوديوم سلفيت كبيوبرودكت أو كنواتج ثانوية بالفرنسية إذن من أجل إنتاج 61.32 غرام كابر هيدروكسايد أحتاج إلى 100.3 غرام تقريبا 100 غرام كابر سلفيت هكذا كابر سلفيت وأحتاج أيضا إلى 50.27 غرام سوديوم هيدروكسايد هكذا فيعطيني 61.32 غرام كابر هيدروكسايد ويعطيني 89.27 غرام سوديوم سلفيت هنا مثلا مثال آخر مثلا أنا بعدما حسبت على أساس 50 أريد صناعة 50 غرام كابر كابر سلفيت وجدت أنه أحتاج إلى الكابر سلفيت 100 غرام أنا ليس لدي 100 غرام يعني أنا فعلا حتى 50 غرام يعني كمية كبيرة بنسبة لي إذن سوف أصنع فقط 25 غرام إذن من أجل صناعة 25 غرام كابريوس أوكسايد إذن أحتاج إلى 30.66 غرام كابر هيدروكسايد ويكون لدي النتج الثانوي الماء 5.66 غرام ومن أجل إنتاج 30.66 غرام كابر هيدروكسايد أحتاج إلى 50.16 غرام كابر سلفيت و 25.13 سوديوم هيدروكسايد ويعطيني كنتج الثانوي 44.63 كبريتات السوديوم هكذا كبريتات السوديوم إذن مثلا هذا هي هذا هي كبريتات كبريتات النحاس خميس الإيميهة هكذا خميس الإيميهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر